أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا مرحبا أهلا بالشيخ مالك مالك ابن أنس أهلا أهلا وسهلا تعرف إمام دار الهجرة صاح الإمام مين الإمام مالك ابن أنس مالك ابن أنس ما شاء الله تبعد تسميه إمام دار الهجرة الإمام مالك عليه رحمة الله الشيخ أحمد وكذلك الحال بالنسبة لك في اختيار جيد لنوعية الآيات ذات النمط القصير تماشيا مع نفسك أعجبتني في وقفك على صفة ثم لا يتكلمون أنت عرفها أم لا استفدت من الملاحظات التي تهوه استفدت من الوالد جزاء الله خير جميل جميل كنت تتابع زملائك قبل شوي نعم يا سلام هذا الصحيح أن يتنبه له الطلاب بالملاحظات التي عندها الآخرين وعنده هو شخصيا صحيح ينظر المرأة طلعها ينظر المرأة المرأة بيّنها بشكل واضح لا تبلعها بالتوفيق يا مالك شكرا يا شيخ صابر تعليقك على تلاوة مالك فضلك يا مالك ما شاء الله خاتم يا مالك أنت القرآن الله 18 جزء 18 جزء الله يفتح عليك إن شاء الله تختم ماشا الله والدك إمام يا مالك نعم ونعم الشيخ ما شاء الله ما شاء الله أنت من الأسرة مباركة ما شاء الله تبارك الله قرآة الجميلة وواثقة يا مالك ولكن انتبه الخيشوم معظم القراءة كان فيها خيشوم بسم الله الرحمن الرحيم يا والله واضح تخلص تماما خلي قوة الحرف كل من الفم بسم الله الرحمن الرحيم يا إنا أنذرناكم بخلاف إنا أنذرناكم لاحظت هذا الفرق بين الخيشوم وبين الختام جميل لما قلت يوم ينظرون مرء ما قدمت يداه أهلتنا فعلا عرفنا أن هذا هو الختام الجميل والافتتاح والاستهلال والاختتام من علامات حقيقة كياسة القارئ ما شاء الله عليك شخي يوسف يعني ما شاء الله عليك استهلال كان مثل ما ذكرت الشيخ مميز الختام كان أكثر تميزا كان ختام جميل ووقفات جميلة الوقفات ما شاء الله عندك ووقف الابتداء في الآيات كلها كانت مميزة واضح أنك استفدت من ملحوظات اللي هو عمر الغنام لأن هذا بيناها فيها وانتخذتها ومذنما ذكرت يمكن الوالد لها دور كبير في مثل هذه الملحوظات أو الملحوظات التي تستفيد منها القراءة جميلة يمكن ما أزيد على الشيخ صابر كان فعلا الخيشوم مشتغل معك مضبوط قال يساعدك بس حاول أنك تبعد لا تشتغل معك كثير اشتغل معه في النون والميم أما في القراءة الحروف الباقية لا تشتغل معه بارك الله فيك يا مالك يا مالك مالك في أي مرحلة دراسية في الأول متوسط في الأول متوسط ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ مالك إن شاء الله تتصير إمام إن شاء الله بس هم شيء تتصير مالكي ولا ما تتصير مالكي حمى لي ها طيب مالك نشوف وقت الاختيار جاهز جاهز أكيد ما في أي توتر لا الحمد لله مرة راضي سواء أخذوكم مشايخ ولا ما أخذوكم صحيح أكيد نعم نشوف أنا بغل نستغني عن عمر عن محمد عن مروان عمر يقول لا قاعد يدعي يقول يا رب شيخ أحمد لا طيب يلا نشوف مع بعض وقت الاختيار يلا يا مالك فين وردت هذه اللفظة يا مالك ليقضى علينا ربك في سورة ايش في سورة الزخرف الزخرف يا مالك ليقضى علينا ربك قال إنكم ماكثون إنكم ماكثون من هو مالك الملك الموكل مالك موكل في النار خازن النار نعم أجارنا الله وياك السامعين من النار قل أمين آمين يا رب ها طيب إذن يا مالك كذا انتهينا صح طيب خليك في مكانك والنادي بقية زملائك اللي موجودين